لكن الأهم بالنسبة لي النهاردة وإحنا دخلين كمان 48 ساعة على ملف الدوري هو أجندة مطشاط الأهل لأن الحقيقة بالنسبة لنا محلياً الموسم لم يبدأ بعد لعيبت سوبر أفريقي لعيبت دوري أفريقي أو اللي كان مسمى يعني بالسوبر ليج لعيبت دوري أبطال وتقريباً تكاد تكون على وشك أنك تخلص دور المجموعات لعيبت كاس عالم أندية لعيبت كاس سوبر أو كاس نخبة اللي هو كاس سوبر المصري بشكله الجديد فإنت خط عدد كبير جداً من مطشاط ومطشاط من العارة التقيل لكن محلياً الموسم لم يبدأ بعد وهذه المشكلة الحقيقة تبت النهاردة بتتكلم في نهاية شهر فبراير هتلعب يوم الثلاث اللي جاي مع بلدية المحل الثلاث سبعة وعشرين تمام؟ بعدها هتقف أو هتقفل صفحة الدوري وتروح لدوري أبطال أفريقيا هتلعب مع يانج أفريكانز يوم الجمعة واحد مارس وتسافر للسعودية عشان تلعب مع الزمالك في نهاية كاس مصر هترجع من السعودية هيب عندك جولتين بس جولتين بس في الدوري العام جولة يوم 12 مارس مع البنك الأهلي وجولة يوم 15 مارس مع أمبي كده رصيد الأهلي من المطشاط في الدوري المحلي كان مباراة 9 مطشاط 9 مطشاط بالتمام والكمال من أصل كان مباراة من أصل 34 مباراة بعد مباراة أمبي اللي هي 9 مباراة الأهلي مباراة تكون من الجولة 16 دي هتكون رقميا 9 مباراة بيلعبع الأهلي في مشوار بطولة الدول من أصل 34 مباراة يعني فضله تقريبا 25 مباراة هيبع عندك إن شاء الله لو فست وفيه اتجاه احتمال عشان معسكر المنتخب مع كابتن حسام ومشاركته في الدورة الودية احتمال كمان مطش أمبي يتأجل وتروح بعد كده إن شاء الله لزهاب ربع نهائي دوري الأبطال ده هتلعب 29 أو من 29 إلى 31 إلى 29 إلى 31 والعودة 5-6-7 إبريل وصلنا حضرتك لشهر كام؟ لشهر أربعة انت كده دخلت في أول أسبوع من أربعة فضلك كم مواجهة في الدوري المحلي؟ 24 مواجهة 24 لقاء للنادي الأهلي أنا ما تكلمتش لسه عن بقية المشوار في دوري الأبطال بإذن الله لكن سيبك من دوري الأبطال يعني هنكون عطا عنا مشوار كبير في دوري الأبطال إن شاء الله لو ربنا وفقنا يعني في الوصول للمباراة النهائية هيبع عندك 6 مطشاط كلهم على بعد 6 مطشاط فمشوار الدوري الأبطال مش كبير قوي لكن مشوار الدوري طويل عشان كده من النهاردة نحن نتكلم في نص الموسم الأهلي بإذن الله بإذن الله ودي أهمية مطشاط الدوري بداية من مطش البلدين اللي جاي مهم جدا جدا كل مباراة الصدارة مش بعيد الحقيقة حتى المنافسة في الدوري السنة دي تبدو أنها ضعيفة جدا يعني المنافسين الرئيسيين مترنحين متعثرين لا بكلمك على بيرمز ولا على الزمالي بكلمك على كل الفرق كل الفرق الحقيقة وضعها باستثناء يمكن زاد شوية يعني هو اللي شاد بقت نفس طويل معرفش يقدر يكمل كده ولا لا أو يدخل في منافسة حقيقية بجد ولا لا أنا معرفش لكن في النهاية اللي يهمني إنه الأهلي لو يقدر يحسم بطولة الدوري مبكرا ده هيبقى فيه فائدة كبيرة جدا 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 لإروحة العناصر الهامة في الفريق عشان ما نرجعش تاني لديلامت تلاحهم المواسم اللي احنا عشنا فيها ثلاث سنين وكانت ضربتها فطولتها صعبة جدا علينا